السلام عليكم تابوا مساعدة ايه ترسل نفسك علينا يا محمد ايوه هذه الليلة القصة اليديدة بعد ما ردينا من السفر الا ردينا محمد الله صار لفترة مو متكلم من اللادي الصراحة الجو احتر وبديت تفادل قاعدة برا رائد بعدين صار لفترة مو يا النادي اصلا لان كنت مسافر بعد تقريبا اسبوعين رحت لحضور مؤتمر في امريكا المؤتمر كان لجمعية جراحين الصدر الامريكية اقوى مؤتمر في جراحة القلب في بدايات القرن الجمعية صار لها 100 سنة تحتفلها السنة 2017 بمئة سنة على انشاءها في بدايات القرن السابق اكتشفوا جراحة جديدة جراحة الصدر فالاطباء اللي مهتمين بالموضوع قالوا احنا نشكل جمعية نتكلم عن الامور اللي تخصصها في ذاك الوقت ما كان في شي اسمه جراحة قلب لان ما كان في قلب صناعي او مضخة ممكن استعمالها وقت ايقاف القلب لاجراء عمليات القلب المستقر بس بوجود المضخة الصناعية لايقاف القلب واجراء العملية حصل انفجار الكل يقول لي الحكومة دافع حق روحتك المؤتمر صح وجوابي هو طبعا لا الحكومة ما تتكفل باي شيء بالرغم من انه في بند باللوائد يعطي الوزارة الحق او خنقوله الطبيب الحق انه يطلب مساعدة او تحمل وزارة تكاليف مؤتمر ولكن انا امانة من يقولوا لي روح الوزارة تحوشني عوار بطني ورقع بقلبي وصداع لاني ادري انه راح ابطر اروح من مكتب الى مكتب الى مكتب الى مكتب علشان خمس مؤاملة بسيطة فاتفادر روحي للوزارة واقول حط فلوسك بالشمس وقعد بالذلال ادفع تكاليف سفرتي بروحي حتى في بعض الاحيان ترفض الوزارة انه تعطي الطبيب اجازة او وقت يعتبر مهنمة رسمية لذهاب وحضور المؤتمر فاخذ من رصيد اجازاتي لحضور هذا المؤتمر وانا قلت لكم ان هذا اقوى المؤتمر في جراحة القلب العالم فاحاول اني ما اضوفه ليش؟ لان العالم دائما في تطور العلم دائما في تطور الطب والتخصص احنا فيه دائما في تطور كل سنة يكون فيه سؤال جديد مطروح موضوع جديد يحاول المجتمع الطبي الجراحي الإجابة الاطباء اللي يدربونا كانوا يقولون لنا ان الاشياء اللي تعلمناها واحنا متدربين ما عدنا نسويها وحنا الحين استشارك لان العلم دائما فيه تطور ودائما فيه عمليات جديدة واجراءات جديدة الواحد يتعلمها وهو استشارك بالعكس بعض الجمعيات الطبية تحرص ان الطبيب ياخذ ما يسمى CME Point CME Point continued medical education هي ساعة فيقولون ان لازم تاخذ عدد معين من الساعات للمحافظة على الترخيص الطبي ولاني انا قاعد احاول اني احافظ على ترخيصي الطبي في كندا فقاعد امشي على CME Point امشي على الترخيص ليش بحافظ على الترخيص على امل ان شاء الله يوم نرجع حين رح اغير الموضوع اليوم اشتغلت مع احد الشباب الكواتيين اللي انقبلوا بكندا لعمل تخصيص جراحة القلب والصراحة انا نوعا ما ما ادري اقول تبنيت الشاب الدكتور وبديت معاه خطوة بخطوة الحين ما شاء الله عليه مستوى متطور جدا احس ساعات تني ابو وولده بده يمشي بده يسوي شي جديد وايض احب ادرب وايض احب ادرس ادرس بس احب ادرس الناس اللي تبي تدرس الناس اللي ما تحب تدرس وما تبي تشتغل الصراحة ما عندي لها اي ذرة تحتراهم فما بيهويات اشتركوا في القناة